الدولة المصرية النهاردة بالانفراجة اللي عملتها في الحوار الوطني بالسماح لخلق مساحات مشتركة متزامنا مع هذا التطبيق العملي لعملية التنمية المستدامة بتطبق تقريباً اللي حالك بتتكلم فيه أنا ماشي في مصار إصلاح سياسي لكن لا أتخلى عن فكرة التنمية المستدامة طيب هل أنا كنت مجبر أن أنا أبتدي في ملف قبل ملف أنا كنت مجبر ظروف الدولة لازم نفهمها ظروف الدولة كانت تحكم لكن الإرادة السياسية عن متخذ القرار فقامة رئيس عفتاح السيسي كانت إرادة واضحة أن كل حاجة معمولة ووفقاً لتوقيتها الدولة المصرية كانت قدامها عقبات كتير جداً على الصعيد الأمني على الصعيد الاقتصادي ومن ثم كانت لازم تصابق الزمن علشان تقدر تواجه التحديين دول عندما فرغت الدولة المصرية كان لابد من الانتباه للمصار التاني اللي الدولة ما غابتش عنه وانت لما بتكلم على مصار إصلاح سياسي وحضركت كلمت عن عدد أحزاب وكلمنا عن قائمة مطلقة وقائمة نسبية وقائمة مشروطة واسمعنا النائب إهاب التماوي بيتحدث ونائب أميرة صابر بتتحدث وطبعاً أستاذنا ناجيش تهابي بيتحدث في إجماع على أن في حراك سياسي حصل في المجتمع الحراك السياسي ده اللي حصل في المجتمع ناتج عن اهتمام الدولة من مكونات التنمية المستدامة بتتكلم على تنمية اجتماعية بتتكلم على خلق خيادات جديدة بتتكلم على خلق قتلة حيوية جديدة في الدولة المصرية مش مهم أفكارها إيه مش مهم على يمين الدولة على يسار الدولة في وسط الدولة مؤيدة معارضة لكن المهم أن يكون هناك حراكاً يدعم ويقدم أفكاراً جديدة تخدم على مصارات التنمية علشان كده أنت ما كنتش بعيد عن فكرة الإصلاح السياسي أنت كنت بتخلق طول الفترة من 2014 كتل سياسية جديدة كتل شبابية جديدة نخبة جديدة تستطيع أن تحمل الأمانة وفقاً لثوابت وطنية ولا تحيد عنها في المستقبل تفضلت فترة كبيرة جداً الأحزاب أحزاب حلها لا يصر لكن النهاردة أنت بقى عندك قيادات شابة في قلب كل حزب يعني بتتكلم عن إيه بقى أمير صابر على سبيل المثال حزب المصر الديموقراطي الاجتماع حزب معارض بتتكلم عن إيه إحابة طموي حزب مستقبل وطن حزب من الأحزاب المؤيدة بتتكلم على الدكتور الناجي الشهابي بتتكلم على قيادة تاريخية في الدولة مصرية قيادة في العمل السياسي الليها تاريخ وقيس على ده الأجيال اللي تم إفرزها شوف بقى المستقلين الممثلين لتنصيقية شباب والأحزاب والسياسيين غير المنتمين حزبية موفيق طعات كبيرة منهم غير منتمين حزبية لكن هم متواجدين على السح بيسروا الحياة السياسية كنت لازم في التوقيت ده تستوعب هذه التقاط من أجل خلق أفكار جديدة لدعم عملية التنمية المستدامة